أتمنى الشفاء العاجل للصديق العزيز الأستاذ حمدين صباحي مؤسس التعاري الشعبي وحزب الكرامة والمرشح الرئاسي السابق والرمز الناصري الكبير في مصر العالم العربي وأمين عام المؤتمر القومي العربي أيضاً أتمنى له الشفاء العاجل الأستاذ حمدين أصيب بوعكة صحية منذ مساء أول أمس وهو الآن يتعافى الحمد لله وإن شاء الله يعود إلينا يعود إلى أداء العام في هذا البلد عاجلاً وأنا بأطمئن يعني محبي وأصدقائه إنه بيتحسن الحمد لله لكن نحن ندعو الله سبحانه وتعالى إنه هو يمن عليه بشفاء العاجل أستاذ حمدين أحد أركان الحوار الوطن وحضراتكم رأيتم حوارنا معاه الحوار الوحيد العمل من أستاذ حمدين صباحي منذ ست أو سبع سنوات لأي شاشة تلفزيونية أو أي وسيلة إعلامية كان هنا في مصر جديدة في قناة إي تي سي والأستاذ حمدين ظل مؤمناً بفكرة الحوار حتى اللحظة هو وزملائه في الحركة المدنية الديمقراطية ونتمنى له الشفاء